قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي إنه من الضروري أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها من تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها وأوضح ميلي خلال زيارة للعاصمة اليابانية توكيو أن العلاقات بين واشد وبيكين متراجعة بشدة وإن على بلاده التعجيلة بتسليم أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر إلا بعملًا بإمكانكم التعجيل لدك من عملية تسليم المتحدة